اشتركوا في القناة ويرحم الله شهداء الأمة وأموات الأمة والأشخاص اللي فقدين أعزاء في هذا العيد نقول لهم ربنا يصبركم ويرحمهم طبعا ما بدي أطيل عليكم المقدمة حبيت أني أعيد عليكم فقط اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 13 أيار اليوم برضو عنا حدث انتقال المشتري لبرج الحود فعشان هيك رح يكون في مجموعة معلومات هيك بتستفيدوا منها إن شاء الله تعالى طبعا زي ما حكينا أنه اليوم التوقعات ليوم الخميس 13 أيار القمر موجود في برج الجوزاء هو الآن في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول رح يمكث فيها حتى تمام الساعة 13 و33 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس يعني بتوقيت جرينيتش لبعد منتصف الليل لينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء فطبعا منزلة الذراع هاي رح نذكرها برضو يوم الغد بما أن القمر موجود بالجوزاء فتأثير القمر رح يكون على جميع الأبراج بهاي الفترة أنه مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا غير طبعا انتقال المشتري أول زاوية هي زاوية بطيئة رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي رح تكون في تمام ساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة أربعة ودقيقتين بعد العصر بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة ستة واثنين وثلاثين دقيقة مساءا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا والحدث اللي حكينا عنه اللي هو انتقال المشتري لبرج الحود رح ينتقل المشتري لبرج الحود في تمام ساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءا ورح ينكث في حركة أمامية حتى مساء يوم عشرين ستة يعني هي مدة المكوث في طاقة إيجابية أو إيجابيته رح تستمر معنا من اليوم لغاية عشرين ستة الآن في ناس هولوا عملية الانتقال هاي وأن المعجزات بدها تصير لما يدخل على الحود هي دخول المشتري على الحود هو رح يتعمق في برج الحود درجتين وحد عشر جزء يعني بمعنى آخر هو تأثيره رح يكون على أول خمس مواليد من برج الحود يعني هيك برقم كبير هي من المفروض أنه هو بيأثر على مواليد أول ثلاث درجات أول ثلاث مواليد من برج الحود ولكن إحنا لأنه تأثيره يسقط على سبع درجات فمنقول إحنا مواليد العشرية الأولى هم أكثر ناس ممكن يستفيدوا من التأثيرات من كل الأبرج ماشي؟ طيب الآن دخوله مش هالمدة لطويلة يعني هي لما نحكي هذا حركته بطيئة فبدو يستمر لغاية عشرين ستة في عشرين ستة بيبدأ عملية التراجع في نفس الحود بدو يرجع للدلو يوم ثمانية وعشرين سبعة عملية التراجع طبعا بفقد طاقته بالكامل فيعني بدول أنت مدة شهر وشوي بس رح يكون موجود بالحود لكن في نهاية العام رح ينتقل ورح يستمر سنة كاملة أو عام كامل وهو موجود في الحود ولكن هذا احنا بنسمي انتقال سريع كوكب المشتري هو بصفته هو كوكب الحظ أو السعد الأكبر هو اللي بيمنحنا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل وما إلى ذلك من صفات حميدة بيكمل دور تحول الشمس في 12 عام تقريبا أي أنه بيمكث في كل برج قرابة العام هو بيتحكم بموليد برج القوس وبرج الحوت فعشان هيك يعني بعطي طاقة كويسة لموليد برج الحوت يعني رح يشعروا فيها كما أنه بيتراجع في العام مرة وحدة ودائما عندما بيجي بده يتراجع أو ببلش يتراجع بنشعر بفقدان الحماسة وبخف تفاؤلنا وبيحصل تعطيل في مجالات النشر والصيرفي لأنه بتحكم فيها والدراسة الجامعية والأمور الفلسفية والدينية والترحال وخاصة للمسافات البعيدة ففي هاي الفترة من التراجع يجب أن لا نعتمد على الحظ بل يجب علينا الاعتماد على أنفسنا لنحصل على نتيجة مرضية قدر الإمكان حبيت أن أذكر لأنه إحنا ذكرنا أنه رح يبدأ عملية التراجع يوم 26 فعشان هيك تكونوا جاهزين السبب أنه أساسا هو موجود الآن في الدلو مثلا أو الفترة الماضية كان موجود في الدلو ما شعروا كثير موليد برج الدلو بالإيجابيات تحت المشتري لأنه دخل باقتران ما بينه وبين زحل فقد طاقته بالكامل ثاني شي شكل زوايا سلبية فعشان هيك فقد كثير من طاقته فما شعروا في إيجابيته فعشان هيك اللي إجوا وقالوا المعجزات والبرج اللي رحيت حقق المكاسب أو المحظوظ كثير هم موليد برج الدلو شافوا الدلو قديش الحظ اللي شعروا منه وهذا كلام مش علمي مش منطقي هذا كلام بس هيك بنحكى في الهوى وبعدها سلامتكم طيب إيش تأثيره على الأبراج لما بدخل على الحوت وبصير موجود في الحوت على كل الأبراج الحمل يعني تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة الثور بينشطوا اجتماعياً وبيجدوا الأصدقاء من حولهم مساعدين لإلهم أو داعمين لإلهم أو ممكن يتعرفوا على علاقات جديدة الجوزاء بيدفعوا بمصالحهم الاجتماعية لا سيما في مجال العمل السرطان بتتركز الاستفادة على السفر البعيد والهجرة والاستراد والتصدير والشؤون القضائية الأسد مكاسب مالية مصدرها بيجي تعويض أو تركة أو شراكة العذراء تعزيز الشراكة في العمل والعاطفة والنسبة كبيرة رح ترتبط بالفترة القادمة أو تفكر بعملية الارتباط الميزان في المحافظة على الصحة والعلاقة مع الزملاء العمل ولكن بدهم يحذروا من البدانة أي النصاحة العقرب حض في العاطفة والمل لأنه قوي إلهم خصوصاً موليد زي ما حكينا اللي هم أول خمس موليد من برج العقرب القوس بتتركز الاستفادة على العقارات والسكن والأمور العائلية الجدي بتعزز العلاقة مع الإخوة والجيران وفرصة بتصير لشراء سيارة والاستفادة الدراسية لطلاب الابتدائي والثنوي أما بالنسبة للدلو فمكاسب مالية أغلبها بتيجي من العمل أما بالنسبة للحوت هم الأكثر حض لأنه هو رح يكون موجود عندهم وخصوصاً زي ما حكينا موليد العشرية الأولى ورح تكون الحض في أكثر من مجال ورح يحققوا إنجازات ما كان من السهل أنهم يحققوها من قبل أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 14.05 رح يبدأ في تمام الساعة 10.50 دقيقة قبل الظهر ورح يستمر إلى اليوم التالي أي إلى يوم السبت 15.05 ورح يستمر حتى تمام الساعة 31.30 دقيقة فجراً لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 43.40 دقيقة صباحاً بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 مزاجها سعيد بنسبة 10% القمر في الجوزاء حتى يوم 15.05 سعيد بنسبة 100% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29.05 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2.06 سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو بدينتقل للحوت حتى يوم 26 في حركة أمامية سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات والنشاطات نشطين جدا حاول أنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن دك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال أهم إشي أنك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفعلية والديناماكية ممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم لكن بكو تتجنبوا المفقات ممكن تهتم لوضعك المالية واتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبرتك هاي الفترة أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي يعني طول بالك تريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من أعمالك خلال هذا اليوم برج السرطان بينال التعب منكم ولكن بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر إلى ركود وتأخير في سير بعض الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء لا تختلق أعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد ابتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم لا تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات ابتستعيد حماستك وحيويتك اتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث ممكن اليوم تشارك بمناسبة أو بفعلية معينة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ما تقلق بشأن لقاء لأنه ممكن لشوي هيك القلق يسيطر عليك اليوم أو وضع أحدهم أو وضع أحد أفراد العائلة هذول يعني اللقاء ممكن يقلقك أو شأن أحد أفراد العائلة هاي فترة مثمرة ومهمة جداً ما بتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل الأمور ممكن تهتم بكثافة أو بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادية أو جمعية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء ممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وهاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن أو بالتراكم كن أكثر تنظيماً وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم هاي فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم إشي إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق بسبب مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة